طيب أنا عايز أقولك بس يا آدم بجد نورتني النهاردة وأن أنت من أشتر وأسكى الطلاب اللي جمعا عندي هنا وأنك أخدت درجات متفوقة جدا تعرف أنت أخدت كم؟ عشرة من عشرة طيب عايز أعرف بقى عن شخصيتك بما أنك دلوقتي أنت هتبقى النجم بتاع برنامجنا لمدة سنتين فدي حاجة حلوة يعني إحنا هننجي معاك وهنديك مبلغ مالي كبير وهنديلك هدية بص الهدية قد إيه بص المبلغ المالي بص تحب تأخد المبلغ المالي ولا تأخد الهدية يعني أحد أقرر لتنين أخدهم بولا لا واحدة واحدة أنا أريد أختار الهدية هتكون إيه يعني؟ لا دي مفاجأة بقى هتأخد الصنطة كبيرة دي اللي فيها الفلوس مع العلم إن الهدية دي يعني مش قادر أقول لك دي حاجة قوية جدا عربية صح؟ مش هتكلم أنت لازم أنت تختار وتكون مسؤولة عن اختيارك حاسة أختار الصنطة الشنطة بتاعت الفلوس؟ أم ولا الهدية؟ الشنطة ولا الهدية؟ الشنطة ولا الهدية؟ الشنطة اسمعني بقى أنا بحاول ألمح لك يعني الشنطة ولا الهدية؟ الشنطة اسمع مننا أنا اللي عارفة أخذ الهدية أخذ الهدية أخذ الهدية أخذ الهدية أخذ الهدية أخذ كتير دي لو بعتعت تطلع لك شنطتين فلوس قد دول ها آخر مرة عشان ده آخر اختيار ليه؟ الشنطة ولا الهدية؟ الشنطة بروغو علي إحنا نتجري الشنطة إنت اللي اخترت بنفسك الشنطة أخذ فتاحها وخد كده عد المبلغ المالي بتاعك عشان تتأكد بنفسك خد كده أشيلها خدها قدامك لا أشيل واحدة بس لا عد كده المبلغ ده مية يلا طبول ثاني عد بقى ده مية ده مية دي مية اه اللي معدها ايه ده بقى؟ ايه؟ الورق ذا ايه؟ الورق ذا اللي اتغيبه ورق ايه؟ اهو؟ اه الفريدو كده عد كده اما شوف انا ايه؟ ايه؟ الورق الفاضي ده اللي اتغيبه قعدت اقول انك تختار الهدية عشان انا كنت عارفة ان الشنطة فيها ورق ابيض عرفت بقى انك اختيارك كان اختار الهدية وخلاص خلاص خلاص ايه؟ بعد ايه يا حبيبي؟ بعد ايه يا بابا؟ بعد ايه؟ اقفل بقى هات هات كل دول على بعض كده 500 جنيه يعني يا دوبك هتروح تتعشى بهم خد الشنطة هات خدها قدام اشتري بقى شوات حاجات من السوبر ماركت ايه يا اظهر آخر سؤال هسأله لك الشنطة ولا الهدية؟ الهدية كان زمين بقى الكلام ده كان قبل ما تختار الشنطة لأن انا قعدت نبيهك كتير عشان انا قلتلك ان انا بحبك قعدت اقول لك الهدية وانت تقولي الشنطة الهدية الشنطة اشتري حاصل ولا ما حصلش بتي بتي حاصل ولا ما حصلش حاصل اتكلم بقى عايز تقول ايه؟ شكرا ليكم انا بحييكم ازيك يا مدام منوك ازاي حضرتك عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه مع الولد ده؟ لا تعيبني عامل تعبك في ايه بقى؟ شقاوة كتير شقاوة اوفر صح؟ جدا طب ايه سبب الشقاوة دي؟ هو متدلع متدلع كتير قوي 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 اللي انا عايز اقولولك ان الدلع ده جعل دماغك في الاخر مش كده؟ اكيد انا عايز اقولك ان انا النهاردة برضو للاسف دلعته جدا ويعني بصي حبيته حب اكلته جبت له كل الحاجات اللي بيحبها عموما انا احب اعرف واكتشف مع نفسي كده هل في توفق ما بينك وما بين ابنك ولا لا فانا هطلب منه دلواتي ان هو يخط السماعات ويستمتع بالمزيكة اقبل ما اسألك عنه شوية اسئلة ونشوف حط السماعات يا احمد سامعني؟ يا احمد ونقول له ارجع يا أحمد أحمد تسمعني؟ طيب أنا هسألك نفس الأسئلة اللي سألتها لمامتك قل لي يا أحمد إيه أكتر أكلة بتحبها؟ سانية بطاطس برافو عليك واضح إن مدام مانار ميسيطرة وإيه أكتر فريق بتشجعه؟ ميس لا فريق مش لاعب أهلي الأهلي للأسف مامتك قالت برشلونة لا بس هو أنميسي لا هو أنميسي في اللاعب أنميسي معطبة برشلونة لا ماليش دعوة حضرتك لا ماليش دعوة حضرتك شفتي أهلي الولد لمد وأحرق حضرتك ليه تحرق نفسك يا حبيبتي؟ طيب عايزة دلوقتي أروح لموضوع مهم جدا لأنه مامتك صرحتني بيه وقالتلي إنك لما قسرت الموبايل وانت جوا طبعا قلتلي أنت كسرته لأنه لأ شلت البطارية اللي فيه كلها لأ قلتلي أنا كسرت الموبايل قطع صغيرة وقسرتها قلتلي كسرته وفككته كله صح؟ فكيته كله؟ وحطته في البلاكون وعمته في البلاكون لما سألتك ليه قلتلي ليه؟ عشان أنتقم منها لأنها مش بتديهوني مش كده؟ أه تقولي لابنك إيه اللي بينتقم منك؟ الله يسمح ما أقوله إيه؟ لا يعني الله يعمل أنت ما هو ده على فكرة نعمل دلع ولا يبدو دوره بابا با يسيب التليفونه على طول معي مامتك هتوها تمرأبتك في البيت بص عمالة تستحلوك ما تعمل كده؟ مش مش تقول لها إيه؟ تقول لها ما يسمح دي علم وده سامحة بصراحة وجميلة طيب أحب أقول لك بقى المفاجأة أن ساعتها باباك عقبك لما أنت عملت كده ودربك مش كده؟ صح مامتك قررت أنها تعقبك دلوقتي عقاب وهي أبلغتني أبلغه لك هي هتأخد جانا بنت خالتك ولمار وهيروخ يعودوا عند تيتا لمدة شهرين وإنت هتقعد في البيت لواحدك عندك مشكلة؟ وهيسيبولك الطلاجة مليانة لأكل أيوة اسمعني لآخر هيسيبولك الطلاجة مليانة لأكل كلها تبقى إطباق بصارة وسبانة عندك هو دل الأكل اللي بيقعد لمدة شهرين ما بيبصش أنا أعمل لك إيه؟ المشكلة اللي أنا مش هقعد في البيت لوحدي ليه؟ أنت أصغير؟ لا أنا كبير بس أنا ممكن يسيبولي المفتاح بس ليه عايز المفتاح تعمل بإيه؟ عايز تجيب ستات البيت ولا إيه؟ لا يمكن لا أنا معاي فلوس لازم أنا عايز أصرف على النفس يعجيبلي أكل يعني إيه؟ أنا معاي 100 جنيه وتسعين 190؟ أو ممكن بقى أجيب بيهم أكل وفاكهة كده تجيب بيهم أكل دل ما يعملوش أوردر واحد ومامتك اللي أنت قاعد تقصى لها في موبايلاتها دي أنا هوريك وهحرمك منها وهجيب لك أم تالية تضربك بالشبشي اتفضلي معي يا مدام منارس تأذينك تقومي؟ ادخلي هنا حضرتك هنا في الجهاز ده ادخلي هنا تعافي علي ماذا هي حضرتك التهاوت ده اللي مبهد الولد؟ ادخلي حضرتك على نفسك قوم قوم دوس على الزرار الأحمر اللي عندك ده أنا واحد ادخل على الزرار واللي فوقي كمان اتفضلي يا مدام منار الله هو أبوح ماما مين دي؟ يا حبيبي أنا مومة لا ادي مين دي؟ هي دي ماما؟ لا ساكلي اتغير ما انت اللي دست على الزرار لا امين اتغيروا لي دي؟ ادخل لك اي هي دي مامتك يل يا ماما يا ماما يا ماما مين دي؟ هي دي مامتك في اي عيز اي؟ لا شيلية شيلية مش عايزة مش عايزة لا هي دي اللي تاخدك وتروح بي؟ لا يلا وما تطبخش غرب صارة لا خدي ومشي بي يلا مع السلام علي دع ممنا سيبيني مع السلام علي دع ممنا سيبيني في ايه في ايه اتو فيها التالي جابكي انا مين دي؟ جيمامتك ماما لا دي مش مامتك جيمامت الناس الجداد ما خلاص انا بعمل تباجيه مين دي؟ جيمامتك قلت ليا احباد هتكسر موبايلات ماما تاني؟ لا هتعمل حاجة تزعلها تاني؟ هتاكل البصرة ولا لا؟ هاكلها ان شاء الله خلاص؟ اه قل انا اسف يا ماما على كل حاجة وحشة عملتها على كل حاجة وحشة عملتها خلاص انت بتعيد انت طلعت احسسه اخر الفيلم ده انت مفرهدني من الصبح